بعد هذا الفاصل عزال المشاهدين يسعدني أني ألتقي مع المحامية الأستاذة أسيل السيف أرحب فيك أستاذة يا هلا بعيسة يا رفيج أشكر استضافتكم وأشكر قناة الرأي أتاحت لنا الفرصة كقانونين ومحامين برنامج مثل برنامج حضرتك أننا مارس جزء شوي من مهنتنا اللي هو توعية المشاهدين بالضبط وخصوصا بالمواضيع اللي مثل ما تفضلنا يعني اتفقنا عليها تهم شريحة كبيرة بالضبط أستاذة كما رأيت في البداية تكلمت عن موضوع البصمة والحين نتكلم عن قانون إداري ليش؟ لأن موضوع الموظف العام لا نكون وقعين 3-4% أو 8% من الكويتيين وهما موظفين عامين يشتغلون في وزارة الدولة فارتأينا أن نخلي موضوع خاص في هذا الشأن طبعا أستاذة المحامية أسيل السيف بدايتهم بسألك الموظف هذا اللي نشوفه احنا في الوزارات والأمور هذه شنو واجبات الموظف العام؟ أول شيء بوعي سنتتفق أستاذ عادل لأن الموظف هو الخلية الأولى في بناء أي مجتمع بالضبط لأن الوظيفة العامة هي الوظيفة التي تكون في الإدارات والجاهات الحكومية فإذن عجلة التنمية تتبدأ أساسا بالموظف نفسه بالضبط فأول شيء راح نعرف في الموظف العام هذا الموظف العام اللي تم قبوله عن طريق ديوان الخدمة المدنية وأخذ فرصته أن يثبت كفاة من خلال الواجبات اللي عليه فإذن ما أدري يعني الواجبات اللي على الموظف اللي هو عفوا نسألك الواجبات مواجبات الموظف العام بالضبط الواجبات اللي أول شيء عنده قبوله من خلال ديوان الخدمة المدنية في هذه الوظيفة وأسندت إليه من مهام العمل أول شيء أن يقوم بالعمل هذا على أكمل الوجه والضبط وأن لا يقصر في هذه المهام وإذا كان منه أن يطور فعليه أن يطور خصوصا لمواضيع تكون من شأنها أن ترتقي بهذا المجال الوظيفي وأن يكون فيه تعاون بينه وبين رؤساء وأن يطيع حتى مرؤوسنا ولكن نقفل شوية هنا يعني أن الطاعة لا تكون في أمور غير المشروعة فأخذ المشرع حماية لهذا الموظف في الأمور الغير المشروعة حتى لو تأتي من منه رئيس المباشر فقد يأخذ فيها في طريقة يحمي فيها الموظف نفسه إذا شاف هذا الأمر غير مشروع ممكن أن ينذر صاحب العمل أو رئيس المباشر بأن هذا الأمر ترى غير مشروع مخالفة القانون بموضوع وكتابة خطية إذا أخذ الموافقة أو هنا أما نفسه من المسائلات تحقيقات الدارية طبعاً إذا أشاهدين يمكن أن أوضح الأستاذة الأسير شم يعني عن المقير مشروع مثلاً مدير يقول حق موظفة أخذ من الناس فلوس هذا فأخذ شيء غير مشروع لأنه لابد أن يكون كل شيء مادي يأخذ عن طريق القانون أو بمسوى قانون طيب احنا تكلمنا عن واجبات الموظف طيب شنو حقوق الموظف طبعاً حقوق الموظف هو من اللي بادي يبي يقدم على وظيفة إذا من أهم حقوق اللي هي الراتب نعم من أهم يعني الهدف من هذه الوظيفة هو إعالة أسرتها ضبط وأنه هذه الطريقة الوحيدة اللي يكسب فيها يعني يفتح باب بيته ورزقه فأن هذه هي الوظيفة من أولى حقوقها اللي هي المرتبة الراتب وأنه يأخذ في موعدة الاعتياج طبعاً بضبط كما قرر الديوان خدمة المدنية طبعاً بضمن العلاوات الدورية العلاوات الاجتماعية نعم كذلك الإجازات كما قررها قانون الخدمة المدنية فكثير هناك من يعني حقوق الموظف منها قلنا الراتب الإجازات أنه يعمل في بيئة مناسبة بيئة مناسبة بالضبط أنه يوفر له مثلاً قانون أنا قابلكم مدرس أعطي أدوات ليتهيئة لأنه هو يعطي هذه الوظيفة حقها نعم على طاري البيئة المناسبة أنا أطلب من وزارة الكهرباء والمسؤولين أن يروحون مركز شؤون المستهلكين في منطقة الدسمة شبرة والله بيئة ممناسبة نرجع لموضوعنا أستاذة تكلمتي مساعة من حقوق الموظف في الإجازات طيب شنو الإجازات اللي تكون من حق الموظف العام طبعاً الإجازات تنقسم قسمها المشرع في إجازات يعني موجودة للموظف حتى اللي هي الإجازة الدورية نعم الإجازة الدورية هي حق من حقوق الموظف من أول يوم يشتغل تنحسب لليس التشر وأحب أنوه أن القانون الإداري يعني مهم في المدد القانونية المدد القانونية هذه ممكن تغفل على الموظفين لكن لا تغفل على من استشار فأنا بداية الوظيفة لستة شهر أنا هنا يحق لي بداية شنو الإجازة الدورية اللي هي كاملة المرتب 35 يوم لكل من أتم أقل شيء من بداية السنة اللي 15 سنة من حق إجازة دورية سنوية 35 يوم بعد الـ 15 سنة تكون الإجازة الدورية 45 يوم هذه نوع من أنواع الإجازات اللي تأخذها الموظف بكامل بالراتب الكامل طبعا تندرج تحتها إجازات لنص الرواتب مثل مرافقة الزوج الأمومة إجازة الأمومة عندنا تأتي بنصف الراتب في إجازات تكون مثل إجازات قررها المشرع يعني حتى الموظف ما يحرم من مثلا مواهبة أو تنميتك سواء تفرغ رياضي عندنا تفرغ الفني تفرغ لإنجاز عمل علمي فإذا المشرع أعطى الموظف يعني فرصة أن لو عنده من هذه المواهبة لتطوير حتى المجتمع مو بثي تمسك بوظيفته ولكن هناك طرق قانونية ممكن أن يقدم عليها وعلى هذه الإجازات المحامية الأستاذة عسيل السيف كل شيء ولا عقوبة طبعا احنا قلنا الموظف العام حقوقه وواجباته شنه الجزاء التأديبي اللي يكون يعني ضمن القانون اللي يوقع على الموظف العام في حالة إخلاله في حالة وقوة خطأ منه شيء منها القبيل طبعا المخالفات محصورة بالقانون لكن قبل أن نأتي إلى الجزاء التأديبي شلون أفرض الجزاء التأديبي أنا على الموظف أول شيء نبدي بالشكاوي داخل الموظف طبعا نحن عارفين أستاذ متك اليوم بالمحكمة قاعد تشوف الدوائر الإدارية يوميا من دائرتين شغالين على شنو على القضايا الإدارية وحقوق الموظف وهذا ضمان للموظف يعني أول شيء نبدي بالشكوى الإجراء الأول سواء من الموظف على مرؤوسة أو من المرؤوس أو من الموظفين بينهم تختلف المواضيع شكوى أو تظلم نبديها بتظلم نبديها بتظلم طبعا التظلم لمواعيد مثل ما قلنا مواعيد مقررة أنا من علم الموظف مثلا الموضوع إذا كان بخصوص ترقية أو خاصم راتب من علمه أو من وصول القرار كتابة له لا حق أن يتظلم لجنة شؤون الموظفين أو الجهة المختصة في إدارته يكتب الشكوى بصيغة مرتبة اللي هي شن الموضوع اللي تظلم منه يبدي أسبابه يعطيها للجهة المتخصصة وعليه أن يحسب ستين يوم ستين يوم من تسليم هذا التظلم بعد الستين يوم في حال رجع القرار له وهو القرار اللي هو تعديل أو القرار اللي هو تظلم منه كان بها أما إذا لم يأتي هذا القرار وسكت عنه وعدت الستين يوم فللشخص أن يرجع يعني يطلع من دائرة التظلم والشكاوي هذي يلجأ للمحكمة الإدارية بيرفع هذه الدعوة وكذلك لستين يوم وإلا يتحصن القرار طبعا يعني ستين يوم الأولانية يا أما أنه يرد بالإيجاب فبالتالي الموظف يسكت يا أما أنه يتم السكوت أو الرف فيلجأ إلى المحكمة طبعا طيب نكمل نتكمل نحن كنا قاعدين أول شيء تظل نتكلم عن الموضوع هذا بعدين يرجع أو مثلا خضع الموظف للتحقيقات طبعا لحقوق بالتحقيق الموظف أن يكون يعني عارف التحقيق يكون مسبب عشان يعرفه شلون يفسر مثلا ما قام به من مخالفات جزائية ممكن أن يطلب شهود ممكن أن يكون لا بد أن يكون هو موجود أثناء التحقيقات بصفة رسمية طبعا بالأخطاء الجسيمة وجود محامي لا حقوق كثيرة يحفظ فيها حقه أثناء التحقيق إلى أن نخرج إلى القرار أو الجزاءات التأذيبية تتفرع عندنا أوقلها الإنذار والإنذار طبعا ممكن أن يمحوا هذا القرار الإنذار بعد ستة شهر بعدين نرجع مثلا عندنا القرار الأعلى يعني المشرع أعطى أكثر من جزاءات تأذيبية الخصم هو خصم خمسة عشر يوم أقل شيء ولا يتكرر تسعين يوم بالسنة طبعا خمسة عشر يوم في المرة الواحدة خلال السنة أو تسعين يوم بالخصم خلال السنة كاملة عندنا بعدين اللي هي أن يحرم من الترقية أو ينزل على مستوى الوظيفة درجة واحدة من الترقية أو الموضوع الجزاء الغليظ اللي هو أن يفصل من العمل طبعا لا بد أن يكون العمل القائم فيه الغير مشروع بعد التحقيقات يكون مناسب للعقوبة مناسبة لهذا الجرم أو للخطأ ممكن يتضل منها مثل ما قلت أستاذة وايد في يعني القضايا الإدارية بالكويت أو المحاكم الإدارية متروسة من شيء أستاذ أسيني ممكن تتفقين معي أنه لما نرفع الدعوة ممثل باج الدعاوي على طول تحدد جلسة لا تروح إلى رئيس الدائرة يفحصها وكذا ومن ثم يحدد جلسة نتيجة الزحمة اللي قاعد تصير في القضايا والله أستاذي يعني إحنا قاعد نشوف الزحمة بالقضايا هذه إحنا كمحاميين كقانونيين دورنا نوجه الوقاية قبل لا ندخل في هذه الدعاوي أول شيء أحمل أحمل الوقت وقت المحكمة يعني يهم وقت مهم ثاني شيء لما أنا أرفع دعوة على ما أخذ القرار يا أستاذي وحكم إحنا قاعد نشوف المحاكم كم تغتضي هذه الدعوة تأخذ لها وقت تأخذ لها وقت في مقابل إنه في شخص تاني يتمتع بالمميزات والأمور اللي أنا المفروض أكون متظلم منها فإحنا بحاجة إلى التعجيل أو بحاجة إلى الوقاية الموظف نفسه يعرف شنو حقوقه وواجباته حتى نتفادى هذه التأخيرات والضغط على الدوائر وأنا أضيف لك أستاذ أسيل أن يليت يعني يعاقب الإنسان اللي أصدر القرار القلط لأنه في كل وزارة نشوف إنه في إدارة قانونية فالإدارة القانونية مهمتها التنحيص قبل إصدار القرار فآن الحين هذا الإنسان اللي ظلم الإنسان ثاني أخلي لا واحد من الثنتين يأمننا عاقبة بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها طيب إحنا سمعنا عن عقوبات الموظفين عقوبات القياديين شنو؟ طبعا عقوبات القيادي إحنا نتفق أن الموظفين تفرق عن القيادين في أمور تعيينهم في أمور إجراءات التحقيق أو جهة التحقيق أو جهة إصدار القرار القيادين أول شي نبدأ منهم من يكون القرار صادر من الوزير أو من وكيل الوزارة يبدأ باللوم ينتهي بالفصل أو في قرار تأديبي يكون مكتوب ومسبب يخضع للتحقيق حال حال أي موظف ثاني وتكون العقوبات قلنا مثل ما كنت تفضلنا اللي هو الإنذار أو اللوم أو الفصل اللي في حالة تكون العقوبة الشديدة أو الجسيمة عفوا الخطأ طيب الموظف هذا لا محظورات؟ هل هناك محظورات على الموظف؟ طبعا طبعا أول ما أستلم أنا الوظيفة وفي وظائف يعني يلزم على أن المرؤوسي بالعمل أو رئيسي المباشر هم يراقب من تحتم الموظفين وأفعالهم مثل ما نقول قبل لا نوصل حق مرحلة المشاكل هذه اللي يغلط فيها الموظف طبعا المحظورات أني أنا ما أستخدم سلطتي في الوظيفة بشكل تعسفي أو أستغل هذه السلطة من خلال أن أنا أجر مبنى أو أبيع مبنى خاص وملك لي أو بالواسطة لأحساني كذلك من المحظورات أن أنا أفصل أو يمنع على الموظف العام ممارسة أي من التجارة والخوض في إدارة رئاسة الشركات إلا إذا كان هو من يمثل الحكومة طبعا هذه من المحظورات ومنها الكثير الهدف منها اللي هي الاستقرار الصالح العام وعدم تدخل مصالح الشخصية مع مصالح اللي تعمل فيها الجهات الرسمية في الدولة ما قصرتي وفيت وكفيتي بس في النهاية ودي أسئلة سؤال نسمع عن انتهاء الخدمة شنو أسباب انتهاء الخدمة أي أبو بعيسة أسباب انتهاء الخدمة كثيرة وكل مننا يمر بموقف ممكن أن يسبب الانتهاء هذه الخدمة سواء بالاستقالة نعم مثلا بداية الاستقالة ولها شروطها ونص عليها القانون وما نستفيد الظاهر وقتكم لا 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 بالعكس اخذي راح بس اللي بل نقدر عليه الاستقالة يعني هذه قرار قرار من حق الموظف أن يشوف نفسه انتهى هذا دوره بالعمل طبعا على على ألا يكون خاضع للتحقيق يعني أنا ما أكون محاولة التحقيق ويأنحاش منها ويقدم الاستقالة لا أبد لا هذه محظورة ترفض الاستقالة عندك في حالة تقاعد وصول سن التقاعد طبعا للكويتي 65 سنة إذا وصل خانق أو لغير الكويتي 60 سنة مع الاستثناء في تجديد أربع سنوات للوظائف القيادية طبعا راجع للجهة المختصة عندنا في حالة يعني استنفذ إجازات المرضية مع عجز طبي أو يعني صحتها غير لائقة للعمل في هذا المكان في حالة الوفاء في حالة الحجز سواء كان أو الحبس في حكم حكم نهائي في جريمة تكون جزائية نعم كل شكر لك استاذة ما قصرت وفيت وكفيت عزي المشاهدين طبعا هذا كان كلام الاستاذة المحامية أسيل السيف في هذا الموضوع موضوع جدا مهم شلون تتظلم شلون تروح يصير الدعوة الإدارية شنو الموظف شنو واجباتها شنو حقوقها هالأمور شلون تنتهي الخدمة هالأمور هذه إن شاء الله كلها قلناها في هالربع ثلساعة نتمنى أن يعني غطينا هذا الموضوع بشكل مناسب كل الشكر لك استاذة أسيل أنا أشكركم على الاستغافة ويتاحة لنا هذه الفصل اللي نعطي جزء للمشاهدين بس من حقوقهم وتوعيتهم قبل الله نشوف المحاكم ونشوفهم بالمشاكل شكرا لك استاذ تسلمين مشكورة عزي المشاهدين نروح إلى فاصل ونرجع لكم للمكتب مرة ثانية